السيال العصبي تعرف إذن هي عبارة عن كمون العمل الذي ينتشر على طول الليف العصبي بشكل موجي سالبي موجي سالبي لأنه طبعا قلنا أنه بيكون الكمون ناقص سبين لا بيخفض صفر بعدين شون الانعكاس جزئيا ثم عودته إلى الشكل السالب فهذا مقول أنا كمون العمل الذي ينتشر على طول الليل في العصبي بشكل موجي سالبي كيف انتشر؟ طبعا أنت وقت اللي عندك صار الانعكاس الاستقطاب رح يكون هذا الانعكاس الاستقطاب وقت اللي بيرجع لحالة الراحة المنطقة اللي حده يكون شو؟ انتقلها التنبيه فبيصير فيها الانعكاس بترجع لمنطقة اللي بعدها بيصير فيها انعكاس بترجع لقبلها لحالة الطبيعي اللي حده كمان بترجعوا هكذا بشكل متسلسل كل منطقة بتصير المنطقة اللي حده مناعكس الاستقطاب يعني النبضة والقديمي بترجع لحالة الطبيعية بترجع هاي اللي صارت مرة ثانية بترجع لحاله الطبيعية بيكون اللي حدة صارت وهكذا فتنتقل على طول الليف بشكل موجي هاي الموجي بسميها أشو سميها السيالي العصبي لاحظ كيف الشكل طبعا بدأت من عند ناقص 70 وهون لاحظ نقطة 0 إذا بلاحظ أول الشي بيكون كمون راحة وقت اللي صار فيه تنبيه بدأ الاستقطاب ينخفض من ناقص 70 بعدين هنا خمسين ثم 30 أو 20 مثلا عشرة لا صفر صفر هون يعني عمليا انعدام أو زوال الاستقطاب زاد شوي زاد دخول جوارد الصوديوم فصارت أشوء إيجابي يعني زاد عشرة زاد عشرين 30 وصل لتلاتين وان خلص انتهى سكرت قنوات الصوديوم وقت سكرت قنوات الصوديوم ما بقى فيه زيادة فيه الاستقطاب الإيجابي سوف يعود الآن إلى الحالي الحالي أشو؟ الطبيعي اللي حالة الراحة بيرجع بينزل للزاد عشرة زاد خمس كزا للصفر وبيرجع أشو؟ للسلبي اللي بخليه يرجع للسلبي قلناه هو عبارة عن انفتاح قنوات البوتاسيوم خروج البوتاسيوم خارج الليف فبيرجع الإيجابي للستة وستين وبعدها شو؟ بتعمل عمل مضخات الصوديوم بوتاسيوم مضخة الصوديوم بوتاسيوم بتخرج ثلاثة صوديوم بترجع اثنين بوتاسيوم مكانه فمعناته عبر تخرج ثلاثة موجب وتنزل ثلاثة وتنزل أشو؟ ثلاثة موجب فعمليا خارج الليف عب يكسب إيجابة أكتر وداخل الليف عب يصير سلبي أكتر هون رح ينضفني هذول التمتين عبعده بصير ناقص سبعين بيرجع لحالته الاعتيادي أي العودي إلى الحالي الاعتيادي إذن حالة قلنا السيال العصبي هي عبارة عن كمون العمل الذي يسري على طول الليف العصبي ما هي خصائص السيالي العصبي ما هي خصائص السيالي العصبي السيالي العصبي طبعا تختلف سرعة السيالي العصبي باختلاف الألياف العصبي اختلاف السيالي العصبي طبعا هون هي نتيجة اختلاف قدرة الليف على النقل الليف هو اللي فيه الطاقة هو اللي بينقل طبعاً الليف كل ما كان طبعاً إذا كان مغمّد بالنخاعين يكون شو سرعته أعلى وإذا كان قطر الليف أكبر كمان تزداد سرعة فإذا هون تختلف السرعة سيال العصبي اختلاف الألياف العصبي تزداد بزيادة قطر الليف كل ما كان قطر الليف أكبر كل ما كانت سرعة سيال العصبي أكبر وأيضا تزداد إذا كان الليف مغمدا بالنخاعين ليش هنا مثلا كانت السيال العصبي سريعة في المغمد بالنخاعين عمليا غمد النخاعين غمد عازل لكنه يتقطع إذا تذكروا قلنا يتقطع إلى قطع عبارة عن اختناقات سميناها اختناقات رام في في اختناقات رام في ما في غمد نخاعين فهون قبل شوي أنا قلت لكمون العمل عبارة عن نبضة هاي النبضة بتنتقل للمناطق المجاورة لها تنتقل على طول الليف من منطقة للي حد هيك لحتى تخلص وقف اللي بيكون فيه عندنا أنا مو مغمد فرح ينتقل من النقطة للنقطة المجاورة لها للبعد للبعد هيك أما وقت اللي بيكون الليف مغمد بالنخاعين فإذا بدي يجي لينتقل للبعدها بيلاقيها شو معزولي فاين بدي ينتقل من اختناق لاختناق إنو هالنبضة رح يكون انتقال الشحنات من اختناق لاختناق شايفين قطع مسافي كبيري وكأنه عاب يقفز قفز وده الماء يمشي ماشي من منطقة للي حده صار يمشي من وين يقفز من اختناق لاختناق السيال العصبي فالسيالي هون بتكون أسرع ليش لأنها عاب تقفز قفزات صرفنا؟ إذن خصائص السيال العصبي أول شيء تختلف سرعة السيال العصبي باختلاف الليف العصبي باختلاف هالألياف فالألياف اللي بتكون قطرة أكبر بتكون سرعة السيالي فيها أكبر واللي بتكون مغمدي بالنخاعين بتكون أشو كمان سرعتها أعلى أيضا تكون استجابة الليف في حدودها القصوى لأنه بنبه الليف بمنبه قلت بمنبه عتبوي المنبه العتبوي هو أقل قيمة للمنبه تستطيع تنبيهها الليف طيب نبهته لو كبرت المنبه أكتر هل يزداد تكون الليف خلص تنبه ما بقى يزداد لك لأنه كيف وقت اللي عب نبه أكتر عب حس بشعور أقوى لأنه بيكون في عندي تنبه أكتر من الليف بصير في عندي هشو توليد كمونات عمل في أكتر من الليف وبالتالي عب يصير شعور أنه بألم شديد أو ألم قليل مثلا طعم قوي وطعم ضعيف مثلا أو بهالشكل إذن أو ملمس بسيط وملمس قوي هذه الاستجابات طبعا استجابة الليف فوقت اللي بيستجيب الليف يستجيب بطاقته القصوى بطاقته القصوى لا تزداد لا تزداد هذه الاستجابة بزيادة شدة المنبه فوق العتب الدنيا ولا تتكون السيالي إذا كانت هذه الشدة دون تلك العتب وهذا ما نسميه قانون الكل أو اللاشيء الكلام كيف أنا رح فسره إذن الخصاص أول شيء شفت السرعة أنه تزداد حسب بزيادة القطر بزيادة أو بوجود ضمن النقاعين هاي عرفناها طيب النقطة الثاني أنه الليف بيستجيب بطاقته القصوى يستجيب بطاقته القصوى هلأ أنا مثلا لو اجيت قلت بدي حط مثلا أثقال حطيت مثلا عشرة كيلو خمسة عشرة كيلو عشرين كيلو ثلاثين كيلو فأنا شلت أول عشرة تمام شلت الثاني مثلا صار خمسة عش بإمكاني شيل أكتر من وزن متى فاوتي يعني شلت مرة عشرة مرة عشرين مرة ثلاثين مرة خمسين طيب خمسين أنا أقصى حد بحسن شيله مثلا شلت فرضة ما نقول ستين كيلو هلأ قليف ما هو هيك ما هو بيكون بشكل متدرج إنما بمجرد ما تنبه خلص تنبه بطاقته القصوى يعني مثل كأني بيجي لعند شخص بقول له خد شيل عشرة كليات بيقول لك ما بشيل عشرة خد شيل ثلاثين كزا ما بشيل هن وين عطيته خمسين شاء الخمسين عطيه كيلو زيادي ما بيفعل خلص إنه ما بشيل غير الخمسين فالليف هون عمليا كل شيء أقل من العتبي ما بيستجيب بس صار في المنبه عطبوي فيستجيب بطاقته القصوى ما بقى يستجيب أكتر من هيك فهو ليش إنه يمتلك طاقة تمكنه من الاستجابة لهذا المنبه فوق المنبهات لا يستطيع الاستجابة هذا مقول عنه قانون لكل أول شيء يا أما ما بيستجيب يا بيستجيب بشكل كامل هاي المقصود فيه أنه أنه الاستجابة بتكون أشو في حدودها القصوى استجابة ليف في حدود القصوى طيب شلون عاب يصير عندي أنا تنبيه متعدد لأنه وقت بيزيد المنبه أول مرة نبه الليف الأول زاد شوي قام نبه الليف الثاني زاد شوي نبه الليف الثالث وهكذا فصال عندي ألياف كثيرة متنبهة ونقلت سيالات إلى المركز المسيطر فحصيت بيش اسمه بأنه في استجابة أكبر لكن الليف نفسه لا يستجيب إلا عند مين عند العتب الدنيا للمنبه وعندما يستجيب عند هذه العتب الدنيا تكون استجابته العظمى هل لا يبي يستجيب أقل ولا أكتر هاي الخصاص أما بالأعصاب فالأعصاب هون يقول أنا الأعصاب تنقل تنبيهات ضعيفة وقوية ليش؟ لأنه كلما كان المنبهة أكتر فتتنبه ألياف لأن العصاب مكوّن من عدة ألياف فعنا كلما زاد المنبه بتزيد عدد الألياف المنبهة وبالتالي يزداد تنبيه العصاب هاي من خصائص السيالي العصبي ما هي خصائص السيالي العصبي يا إبراهيم بخلاف الألياف العصاب تزداد بالزياد قطر الليف وإذا كان مغمداً بالنخاعين تكون الاستجابة الليف في حدود القصوى ولا تزداد بالزياد الشدة المنبه فوق العتبة الدنيا وتتكون السيالي إذا كانت هذه الشدة دون تلك العتبة وهذا هو قانون الكل أو لا شيء إذن السيالي العصبي بتختلف باختلاف الليف فالليف اللي بيكون قطر أكبر بينقل سيالي أكتر والليف اللي بيكون مغمد بالنخاعين ينقل سيالي عصبية أكتر أو بسرعة أكتر يعني الاستجابة قلنا لا يستجيب الليف إلا وين عند العتبة العتبة الدنيا للمنبه لا يستجيب إلا عندها وإذا استجاب بيكون استجابته القصوى قانون الكل أو اللاشيء زمن الامتناع يعني 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 هون بيجينا سؤالين إما خصائص السيالي العصبي أو قانون الكل أو اللاشيء ممكن مثلا بيجيك فسر يعني فسر قانون الكل أو اللاشيء أو إما بيقول نعدد خصائص السيالي العصبي خصائص السيالي العصبي طبعا بيجيك في عندك أنت أنه تزداد تزداد سرعة السيالي العصبي في الألياف المغمدة بالنخاعين هذا جاينا على تفسيره طبعا لاحقا في فقرات قادمة وهون لا لا تزداد الاستجابة في الليف العصبي ليش ما بتزداد بزيادة شدة منبه لأنه استجابة الليف تكون في حدودها القصوى يعني بقانون الكل أو اللاشيء إنما يسمى زمن الامتناع أو الاستعصاء كلمة امتناع يعني أنه الخلية العصبية تمتنع عن الاستجابة أو الخلية المنبهة تمتنع عن الاستجابة إيه ما تتمتنع عن الاستجابة طبعا المدة زمن الامتناع هو الزمن هو الزمن أو مد مد زمني التي لا تستجيب فيها الخلية العصبية لمنبه جديد تذكروا وقت اللي كنا عم نقول إنه كومون العمل هو أشو آه انخفاض الاستقطاب إنه يدامه وإنه يكاسه جزئيا بهاي الفترة قلنا حتى تعود إلى كومون الراحة لحتى يتم أشو تنبيها من أول وجديد فإذا أنت نبهت بمنبه تاني وهي الستة المنبه الأول ما خلص فهون ما في استجابة هاي هاي الفترة الزمني هاي هي اللي بسميها زمان الامتناع إذا المد الزمني التي لا تستجيب فيها الخلية العصبي لمنبه جديد لأنه إذا الأول ما خلص أثره السبب هو عدم فتح بوابات أقنية الصوديوم إلا بعد العود إلى حالة استقطاب براحة